أعلن معاني المستشار بالدوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيع أنه تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بالوقوف مع الشقاء اليمنيين وتلمس احتياجاتهم سير المركز قافلة مساعدات برية لليمن وأوضح الربيع أن المركز جهز 20 طن من السلال الغذائية تمهيدا لنقلها جو للمتضررين في محافظة المهرة بأغضون ذلك عبرت منفذ الوذيع الحدودي اليوم ثلاث شاحنات مقدمة من المركز متوجهة إلى محافظة المهرة وعلى متنها 75 طن من المواد الغذائية الأساسية لمساعدة منكبي العاصفة الأبان وتهدف المساعدات إلى رفع المعنى عن مئات الأسر اليمنية التي تضررت إثر العاصفة التي ضربت الأجزاء الساحلية من محافظة المهرة وتسببت في أضرار كبيرة بشبكة الطرق والخدمات كما تضررت منها مئات المناسل